شباب مساء الخير عليكم ويمكن احنا هنكمل في المحاضرة التالتة في الكورس بتاع ويمكن العنوان بتاع المحاضرة دي هيكون ويند فارمس هنتكلم فيها عن مزارع الرياح. زي ما اتفاقنا احنا في الكورس ده يمكن كنا دراسنا في المحاضرة الامرنية رنيوغو الانرجي تعرفها ايه والمميزات بتاعة الويند بشكل عام يستخدمها في ايه. درسنا الاسبوع اللي فات المعدات بتاعة الالو دايناميكس والفكت بتاع الويند ترباينز. يمكن هنكمل في الموضوع ده بقى بس هندرس المرة دي الموضوع بتاع الويند فارمس. بعد كده هندرس الويند ترباينز تايبس. ده من المحاضرة الجاية هنبدأ نشوف الانواع من كذا ناحية من ناحية الميكانيكا ومن ناحية الكهربا وغيره. وهنشوف اه في الانواع دي دور الباور الكترونيكس جوة تشغيل بتاع التربينات الرياح. فكه هندرس موضوع وازاي كل ما بيختار بتاع الويند انرجي كل ما لازم يكون التعامل معها شوية مختلف. وهندرس ده بعد كده في اخر مجموع محضرتين كده الموضوع ده من ناحية ومن ناحية وهندرس بتاع ربط المزارع الرياح بالشبكة وهندرس يعني على كد المصري. ده الكتاب يمكن اللي احنا بنشتغل منه بتاع دكتور الشرقاوي. يمكن الكتاب موجود على الكتاب باتعمل سنة الفين وخمستاشر. دكتور الشرقاوي والله يرحمه دلوقتي لكن هو واحد من علماء الكبار يعني اللي انا كان لها الشرف ان اتلمست على يده. ده يمكن توزيع الدارة دوت في الكورس هيبقى عامل ازاي? آآ المحاضرة دي يمكن هنتكلم في الاول عن بتاع الواية على الوين ده ويمكن هدرسنا الموضوع ده قبل كده بس هنرجعه تاني وهنبدأ ندرسه بطريقة مفصلة. بعد كده هنتكلم على فوايد والمشاكل بتاعت آآ الوين فارمز. لان هي حاجة في الدنيا لها مشاكل زي ما هنشوف دلوقتي وكان نتكلم ازاي نقدر نعمل بقى للوين دفاع. ونبدأ المحاضرة بتاعتنا بسؤال يمكن كنا اتجاوبنا عليه في مادة قبل كده لكن هنجاوب عليه تاني. ايه? حال اختلاف الهايد حال اختلاف طول التربينة بيأثر على كمية الباور اللي خرجها منها? ايه? بس افكركم الاول بقانون كده كنا درسناه قبل كده. احنا كنا قلنا ان الفيلوستي دايما او سرعة الرياح دايما مرتبطة بي الهايد او بتول التربينة قد ايه? بمعنى ان احنا عافيني ان في تو على في وان بتساوي الاتش تو على الاتش وان للباور الفا. قلنا من الالفا دي بتتغير حسب طبيعة الارض او المكان اللي بتتعمل او بتحط عليه التربينة. يعني الارض الزراعية طبعا هتكون غير لما بتعمل جوه البحر غير الارض اللي هي بتبقى آآ ناشفة غير الارض اللي بتبقى فلات غير 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 كلها عنواء مختلفة. طب احنا عافين كويس ان الباور. بي اتنين لفي واحد. نكمل القانون دي ده لسنان مرة اللي فاتت. ان هي بتتناسب مع سرعة الرياح. سوري دي بي اتنين. اوبر دي واحد كيوب. احنا فلوفنا في القانون بتاع الايرو دايناميكس قلنا ان الباور سوي هاف رو اي في كيوب. لكن كل دول سابتين. ده سابت ده سابت ده سابت. الحاجة المتغيرة هي بتاعت الهوى. فازن الباور بتتناسب مع الفي كيوب. فمن ده نقدر نستنتج ان الباور بتتناسب هي كمان مع بتاع الهب كيوب وهنا هنحط الالفة. فازن نقدر نقول ان بي اتنين على بي واحد بتسوي اتش اتنين على اتش واحد باور سري. طيب ده يمكن كما ذكره يعني في الموضوع. والالفة هنا قلنا ليها قيمة حسب المكان اللي بنتكلم عليه طبيعته ايه? ده مكان مفتوح حاجة لو مدينة كبيرة حاجة تانية لو لو محطوط على ارض فيها مية خفيفة هيبقى ليه قيمة تانية. طبعا بيختلف التطبيق. يمكن اغلب القياسات اللي بنبقى واخدينها او بتبقى عند هاية مية متر لان دي الحاجات او اياسات بتبقى محطوطة عند المطارات وغيره يعني. فاحنا لو عايزين نطلع الفرق بقى لو جبنا تربينا طولها اا مسلا تلتمية متر او ربعمية متر او وتفر هتبقى عاملة ازاي الباور بتاعتها بنشوف الباور اللي كانت موجودة عند المية متر وننسب الموضوع فنقدر نحسب من خلال القانون اللي ظاهر قدامكو ده. اا الباور اللي هتطلع عند التلتمية متر هتبقى عاملة ازاي. دا يمكن سؤال بسيط كده يوضح لك الموضوع بيقول لك. اه ات هندرد ميتر اس دو بوينت فايف كيلو وات per متر سكوير. دايما يعني الباور لكل اه متر سكوير. تمام. هنطبق القانون بشكل مباشر. هنقول بي اتنين على بي واحد هتساوي اتش اتنين على اتش واحد الحقيقة هو هنا محدد لك ان المكان اللي هتعمل فيه والالفا في الحالة دي بتساوي زي ما هو ذاكر هنا في المكان وده بيبقى جيب انت المسألة لو جي سؤال زي ده. بايزا بي اتنين هتبقى ايكول بي واحد هو بيقول ان هتوب مضروب في اتش اتنين الهايط اللي هو عايز يحسب عنده كان خبسين بينما الهايط اللي هو مطلع عنده القيمة كمية باور سري في بوينت وان فور سري تطلع الاجابة بتساوي وان بوينت ايتي سيكس كيلو وارت بير ميتر سكوار ومنتهى البساطة تعويض مباشر في القانون اه طبعا ازا لم يسكر المكان اللي هتحط فيه التربينة فانت تقدر تفترض الالفا دي باي قي ما انت عايزها وتفترض المكان اللي انت بتعمل ديزاين ليه طيب دا كان الموضوع الاولاني احنا كنا بنتكلم عن الهايط في الموضوع دوت ويمكن الموضوع بمنتهى البساطة ان احنا عافينه ان السرعة بتتناسب مع الهايط والباور بيتناسب مع تكعيب السرعة فاعد الرياح فاذا نبقى الباور بيتناسب مع اا تكعيب سرعة الهايط مع الاغذة في الاعتبار المكان اللي بتتحط فيه التربينة طيب نيجي للموضوع التاني بقى وهو الاهم والرئيسي النهاردة وهو موضوع الويند فارم يمكن موضوع الويند فارم ده من اشهر المواضيع ويمكن دايما متحدش بادرس انه يعمل تيربينات لوحديها لا غالبا في اغلب التطبيقات واغلب ما بنشوف بنشوف الصورة اللي قدامكم ديه انه بيبقى فيه زي مزرعة رياح فيها مجموعة من التيربينات مع بعض والسؤال يجي ليه احنا بنعمل كده يعني ليه احنا بنحط او ليه اغلب الناس لما بتيجي تعمل بتحط مجموعة من التيربينات مع بعض في مكان واحد اولا ده بيسهل الربط بالشبكة زي ما هنشوف دلوقتي الفوايد آآ ثانيا انت دايما لما بتعمل مشروع مركز في مكان واحد ده بيبقى ارخاص لك من لو تعمل تيربينا لنفس عدد التيربينات في اماكن مختلفة ثالثا بيسهل عملية الكيبولينج التوصيلات الكهربية بالشبكة وغيره آآ رابعا بيطلع كمية باور نسبيا بتبقى كمية باور كبيرة يعني آآ في عيوب في عيوب طبعا لكن المؤكد ان الويند فارمز دي من من اكتر المشاريع اللي نكحة في مجال الرينيوب والانرجي والاكسر انتشارا عندنا هنا في مصر يمكن من اشهر المحطات محطة الزعفرانة اللي موجودة على الطريق بتاع يعني الزعفرانة والطريق هو اللي يوصل للغردقة وفي محطة جبل الزيت الحقيقة في مجموعة تانية من المحطات بس دول يمكن اشهر آآ اتنين البنيفت زي ما قلنا ان بيبقى بتاعها بيبقى قليل التشغيل بيبقى قليل انت بتحتاجش كتير انك انت بتنظف كل واحدة لوحدية انت بتنظفهم كلهم مع بعض تكلفة الصيانة وغيره بتبقى قليل قليلها يعني الربط بالشبكة بيبقى اسهل لانك لما بتربط كل تربينة لوحدية غير لما تربط مجموعة من التربينات بيتجمعهم مع بعض وبيتربتو ده بيبقى اسهل الى حد كبير بس هذا لا يعني ان ما فيش مشاكل اي حاجة في الدنيا لها مشاكل الحقيقة مشكلة اللي موجودة يمكن في الصورة دي ان لو الرياح تخيل معايا ان ده اتجاهها كده دخل على الصورة فان هي هتوصل للتربينة اللي انا مدور عليها دي هتبقى تمام اللي وراها هتبقى الباور بتاعت اللي وراها اقل من الباور بتاعت دي طب ليه الظاهرة دي الحقيقة زاهرة مشهورة جدا ويسموها واحدة من من اشهر الظواهر يعني والمشاكل اللي موجودة في الويند فار فانت بناء عليه التربينة ما بتقدرش ان هي تاخد الباور بتاعت الويند اللي جاية لها لها الانفوت باور انها مش وصلة لها كلها كاملة وده بيبطق طبعا غير قدش انه بيبطق في سرعة الرياح طب الحل ايه لازم ان احنا نعمل ما بينهم بطريقة بحيث ان كل تربينة تقدر تاخد اكبر كمية تاور تقدر تاخدها فبناء عليه يقتر الاوبوت فتزيد الكفاءة بتاعة الويند فارم ككل طيب ده يتم ازاي دي نظرية السيباريشن انتو شايفينها قدامكم دي النقط الزرقة دي يمكن بتمثل تربينة يعني النقطة دي عندها تربينة والنقطة دي عندها تربينة والنقطة دي عندها تربينة والخطوط بتمثل المسافات ما بينهم طبعا واضح ان هم هنا محطوطين على شكل سكوير هيبقوا خمسة في خمسة يعني خمسة طول وخمسة عرض دي ده اللي هو المسافة ما بين كل تربينة والتانية بس احنا مش عادين نسميه لان في حاجة اسمها سيباريشن فاكتور ده هي المسافة ما بين كل تربينة على اللي هو اللينس بتاع البلايدة الوحدة اللي هو الريديس بالبلغة دي كده بتاع البلايدة الريشة الوحدة للتربينة طيب ايه اللي دخل المسافة بين التربينتين بالريديس باع التربينة الحقيقة ان الموضوع زي ما بقولك العلاقة بالويك افكت اللي احنا قد نتكلم عنه واحنا عايزين الريش التربينة دي يجي لها اكبر كمية رياح ممكنة فاتطلع اكبر كمية باور ممكنة اااااااااااااااااايمكن ده له كيرف ولو كيمة طبعا انا واقمتوا بتتراوح ما بين زي ما انت شايف كده من اربعة لحد تسعة. كل ما بيزيد. كل ما زي ما انت شايف كده في الدراسة هنا. كل ما بتاعلوين بيزيد. يعني كمية الباور اللي ممكن تطلع من الفارب اتباع اكتر. طبعا كل ما انت كترت في مقاس ده. كل ما طبيعي هتقل. وده منطقة كده نوضع واضح يمكن برضو في الكيرف ده. ليه? لان كل ما كترت التربينات كل ما امكانية ان انا اخد اكبر كمية طور بتقيل. لكن هذا مش معناه ان احنا نقلل عدد التربينات. لا احنا لو محتاجين نعمل محطة في المكان ده. قدرتها مثلا خمسين ميجا احنا لازم نعملها خمسين ميجا. ده ما يوقفناش يعني. لكن نحاول نختار احسن ممكن يكون موجود لها. زي ما بقول لك كل ما بيزيد كل ما لفشنسي بيزيد. يعني لو هنعملها عشرة فعشرة مسلا. هيبقى افضل انك تخليه تسعة. زي ما انت شايف كده عشان يبقى هنا اهو مسلا كده اهو. فتبقى تمانين. بينما لو خلتها تمانية او لو خلتها مسلا ستة. هيبقى تقريبا سبعين في المية. وتبقى امتكده طبعا خسرت في الموضوع. تمام. طيب الارية بتاعة اللام دي بتتحسب ازاي? بيقول لك الارية الفرم دي اكوال اكس واحد في الدي. قلنا الدي ده اللي هي ببين التو ترباينز. طب ايه الاكس? الاكس هنا احنا بنقول ان هي دايما سكوير. يعني بنقول ان الفرم دي خمسة في خمسة. خمس تربينات بالعرض في خمس تربينات مطول. فيبعداتهم كلهم خمسة وعشرين تربينة. الاكس دي هي لو خمسة في خمسة تبقى خمسة. لو ستة في ستة تبقى ستة. فايزا الاكس ناقس واحد في الدي بلاس التو ار وان الار ده اللي هو الريديس بتاع البلي ده سكوير. امان. هلناخد اكزامبل. نفهم منه الموضوع عامل ازاي? ونربك الاحداث ببعض. بيقول لك اتين يعني عندنا فارم عشرة في عشرة. آآ بتحطط على سكوير اري ودايما الاري عادة ما بيكون سكوير الا في ظروف نادرة جدا جدا يعني بتاعها سبعة. آآ عشان هو عايزك تطلع من الكيرف ده. في السبعة لما يبقى بتروح طالع انتك كده لغير ما توصل لتين. يبقى تقريبا حوالي تمانين في المية. زي ما انت شايف كده هنا انت شدت الخط ده كده. اطلع معاك ده تمانين في المية. تمام? فاحنا كده عرفنا بتاعة الفارم هتبقى تمانين في المية. يقول لك ازايوم زود ترباين افشنسي خمسة وتمانين في المية. التربينة نفسها بقى كل تربينة منهم لها افشنسي خمسة وتمانين في المية. والسي بي اللي هو الباور لكل متر سكوير آآ بتساوي الف الف واط بالمتر سكوير او وان كيلو وات بالمتر سكوير. دايما كلمة يعني لكل متر سكوير. عايز طبعا للفارم كلها. عايز شوف الفارم دي بتنتج باور قد ايه? لكل متر سكوير او لكل وحدة اريا موجودة في الات. فاحنا محتاجين نحسب الباور ونحسب الاريا ونقسموهم على بعض. فنقدر نجيب الباور لكل وحدة اريا. طيب ازي نحسب الباور اللي بيطلحها من الاخر كده الفارم في الاول. باختصار كده احنا ما ينفعش نبدأ بالفارم. نازم نبدأ بنحسب الباور بتاعت التربينة في الاول هتبقى عاملة ازاي? اول نقطة زي نحسب الباور اللي خارجها. اتساوي البي اللي هي الدينستي اللي هي الباور بتاعة التربينة اللي كانت لكل متر سكوير مضروبة في الاريا عشان تبقى باور بقى. لما تضرب كيلو وات او وات برميتر سكوير وتضربه في متر سكوير بقى كده كيلو وات. تمام? هنضرب الكلام ده كله فيه اللي هو الكابستي فاكتور فيه بتاعة التربينة الوحدة. تمام? يعني هتساوي. احنا قلنا يمكن هنا الباور دي هتبقى الف. مضروبة فيه. اه الاريا هنا يمكن عايزين نحسبها ان هي كانت بتساوي اه باي ار سكوير. هنتخليها هنا باي ار سكوير. سيبها ار سكوير زمعية في السي بي هو يمكن ادهولنا البوينت فور. والافيشنسي بتاعة التربينة الوحدة هو يمكن ادهولنا هنا ان هو بيساوي بوينت ايتي ممكن نحسبها وممكن نسيبها هكده ونكمل المسألة للاخر. تمام? ده لو احنا عايزين نجيب البي بتاعة التربينة. طب لو عايزين نجيب الباور بتاعة الفارم ككل بقى. حقيقة ان الباور بتاعة الفارم كلها اكيد بتساوي عدد التربينات اللي موجودة. هلح تبقى موجودة في الفارم في الباور اللي مطلعها التربينة الوحدة. في بقى اللي بتتوجد ناتيجة السيباريشن ما احنا عايزين ان السيباريشن ده بيقلل من الباور اللي خارجه من الفارم. احنا قلنا لما حسبناها قلنا ان دي ناتيجة السيباريشن دي كانت اللي جبناها من الكيرف ده. قلنا ان ده هيبقى تمامين فيما يعني فنقدر نقول ان دي طبعا عبادهم هم بيقول لك عشرة في عشرة عشرة في عشرة يعني هيبقوا مية لانه هيبقى عشرة بالطول وعشرة بالعرض فتضربهم في بعض هيبقى مية يعني هم عددتهم مية تربينة لازم تضربهم في بعض في باور اللي مطلعها التربينة الوحدة في تمانين في المية لما تحسبها وتسيبها في الاري سكوير لان احنا ما هو مش مدينا الريديس واحنا فعلا مش محتاجين وهنكتشف ده دلوقتي لما نحسبها كده في في الاخر هتطلع الاري سكوير كلام ده وحدته كيلو وات تمام احنا كده جدنا الاري سكوير ان الاري هنا بتساوي اكس ناقص واحد في الدي بلاس تو ار كله سكوير قلنا الاكس هنا هتبقى بعشرة لان هو بيقولك عشرة في عشرة فالاري بتاعة اللانت هتبقى ايكول اكس هو عشرة ناقص واحد كده بقيت القانون بيقولك في دي دي اللي هي الديستنس ما بينه احنا قلنا ان الدي بتساوي تو فا ار الاس ان الاس يمكن نعرفين كومتون ان هو اللي نعليه ان هو بسبعة فهنقول ان الدي بتساوي اربعتاشر اس احنا هنا هنعول عنها باربعتاشر اه سوري اربعتاشر ار لان احنا عارفين ان الاس هي اللي بسبعة فا اتنين في سبعة اعتاشر اربعتاشر ار بلاس تو ار سكوير بلاس تو ار كل ده طبعا هيبقى سكوير هتطلع في النهاية كومتها بعد ما تحسبها كلها على بعد كده هتطلع كيمة بتاعتها وان سيكس سري ايت فور ار سكوير فكده انا جبت الاريا وجبت الباور هو عايز بتاعت او عايز الباور بروداكشن لكل يونت اريا فانا عايز اجيب دي هرقسم البي بتاعت الفارب على الاريا بتاعت اللاند كلها يعني هقسم الرقم ده اللي هو ايتي فايف بوينت فورتي فايف ار سكوير طبعا ده بالكيلو وقت ممكن عايز اخليه بالوقت عشان مساحة لخليه على ار سكوير هيروح مع الار سكوير ويطلع في الاخر بيساوي بساطة احنا بنحسب الباور باعت الترباين احنا بنحسب الباور باعت الترباين بحسب اللي هو الديهاني باطربها في الاريا في السي بي في البرفورمانس ريشو او الباور آآ آآ يعني كل الحاجات دي هو مديهاني بس مش بدييني الار سكوير وانا اكتشفت ان انا مش بحتاجه في الاخر البي دي هنعوضت عنها بالف عشان هو مديهان نوان كيلو واط عايز اعوض عنها بوان عوض عنها بوان بس يطلع في الاخر الرقم بتاع البيتر باين ده بالكيلو واط عايز اعوض عنها بقى الف براحتك ما فيش مشكلة انا هنا عوضت عنها بكيلو واط بعد كده عايز اجيب الفارم حتبقى عدد التربينات في الباور اللي بتطلعها التربين الواحدة في اللي ناتج عن اللي تكلمنا عليه ان مش كل الرياح او مش نفس الرياح هي اللي بتدخل على كل التربنات هي بتضعف لما تدخل على تربينة وتخرج تدخل على اللقاها فيمكن اللي بيحكم الموضوع ده هو الكيرف اللي انتو شايفينه ده طبعا تربينة دي ايه او الفارم دي عشرة في عشرة فاحنا لما حسبنا من الكيرف طلع ان بتاعت الفارم حتبقى فاحنا حسبناها بعد كده عايزين نجيب بقى الاوبوت لكل اه وحدة اريا فاحنا حسن نجيب الاريا كلها ونقسم البيتع في الفارم على الاريا فاحنا كده نبقى جيبنا الوحدة قال لك الاريا لها قانون بتحسب بيه اللي هو اكس ناقس واحد وان اكس ده اللي هي لو عشرة في عشرة بتبقى الاجس دي بعشرة لو ستة في ستة تبقى الاجس دي بستة تمانية في تمانية يبقى الاجس دي في تمانية لهو واحد كزا في الدي مبينهم زي ما انت شايف كده في القانون هنا احنا قلنا يمكن اه او بيساوي دي على فتبقى الديستانس بيساوي الاس في الطو ار طبعا انا ما عنديش الار فانا اللي هقنا اللي عمله ان انا زي ما انا جبت كده هعوض عن الاس بالسبعة ان هو ايهالي منها سبعة فهيبقى دي بيتساوي اربعتاشر ار زائد اتنين ار النهار ده موجود في القانون لما انت شايف كده كل ده سكوير هنشتغل الموضوع هيطلع القيمة بتاعته عاملة كده عايز اجيب بقى لكل واحدة اريا باخد الفار مقسمها على الاريا لو عملت كده هتلاقي ان الار سكوير طارت مع الار سكوير آآ بس احنا عادة لكل واحدة اريا ما تتحسبش بالكيلو وقت بتحسب بالواط للميتر سكوير هقسم ده على ده يطلع ده يمكن الحساب بتاعك انا اعمل ازاي? انا في نهاية بشكركم جدا درس ده الحقيقة مهم هوي هتمنى ان تكونوا استفدتم منه وفي حد عنده اي استفسارات او حاجة ده الايميل وانتو تعرفوا توصلوا لي كويس جدا عن طريق الواتساب او اه باي طريقة انا يعني احبا عمركم في عايزة شكرا